السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأصعد الله صباحكم بكل خير اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فيديو بسيط جدا وسريع جدا ناس دايما بتسأل على فيديو التقويم اللي سواء أنا نزلته هل التقويم ده مهم جدا؟ أه أنا بقولك مهم جدا 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 يعني أي أم أو حتى لو أنت وصلت إلى أي سن أو أي مرحلة عمرية هو بيتعمل في أي مرحلة بس الفرق ما بين أن أنت هتعملوا أنت صغيرة عن ما أنت كبيرة هو فقط التوقيت أي أم بتلاحظ أن الفك عند ابنها أو الأسنان مش مترتبة هي بتكون مترصصة تكون مظبوطة جنب بعض في أسنان بتكون رجبة على بعض في أسنان أغدى زاوية يعني المنظر بيكون ملفج جدا أول حاجة هتتوجه لطبيب الأسنان لأن في دكترة بتعمل التقويم من سنة 9 سنوات وفي ناس بتبتدي من سن 14 سنة يعني حسب على حسب طبيب الأسنان لأنه بيعمل أشعة ومن خلال الأشعة بيشوف هل الفكة يستحمل في السن الصغير ده مساء التقويم أو أو أقصى مدة للتقويم ممكن تكون لسنتين ده لو الحالة كبيرة هل في حالات بتسترع الخلقة أو في حالات لما بيكون الأسنان كتير جدا الطبيب بيكبر أن يخلع أسنان معينة عشان يقدر ياخد الشكل الطبيعي أو الترصيص الطبيعية للأسنان بتاعنا بس أنا من رأيي هو لازم يكون كل أم وكل أب مهتم بأولاده ويتعمل الموضوع ده من بدري ولو أنت كبيرة وما لحقتش وأنت تغيرها تقدر جدا أن أنت تعملي في السن ده فده كان ردي متكرر هل تقويم ده مفيد؟ آه جدا مفيد أتمنى أكون رديت لأنه بيتكرر جدا السؤال فسارع وبادر في تقويم أولادك دمتم وده ما صباحكم شكرا شكرا